الله يسلم 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 الله يس نسيدي إن إحنا يا ما عشناك وعشتنا والله 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 وحشتنا ساقفوا شكرا أنا قلت فوقهم بس كده الأحسن الجيل ده مش واخد بقى على معيني لسا كتاكيد حلوة يعني ربنا يا حميمة عايزين بقى نقربهم بقى من عدوية يا حسن وفتكروك تافى الجيل ده لسا أم حسين بي وبيعزوني وربنا يا حميمة بيعزوك زي أم ما ما سمعوكش لا سمعوني وعارفين ده الجيل محمد ومال وجيل محمد وجيل أحمد راه يعني ده جيل الحمد لله أحمد هو اللي بقى ومحمد لسا إن شاء الله طالع لديني ربنا يا حميمة لسا إيه ده بقى نجمة خلاص وهو نجمة وأحمد عدوية نفسك يبقى إيه لأحمد عدوية هو أحمد عدوية ما فيش واحد اللي هو واحد بس أه بعض ربنا أحمد عدوية وليه طب ليه ما وكبتش التغيير محمد نعم الدنيا تغيرت ما تغيرنا عم حتى عامل راح فين ما تخافش ها لأ بس إيه عشان عارف أتكلم معاك براحت موسيقى موسيقى 5 4 3 2 1 الشهرة بدأت في الأفراح وانتهت الأفراح لا الشهرة بدأت في الأفراح وفي الفنادق الحلوة طب ما زمان كانوا فندقين هو كان فيه فنادق الحلوة ازاي طيب دلوقتي بيقولوا إن المسألة بقت يعني عدت موضوع الأفراح أو بقت أقل شوية من الأفراح عياد الميلاد أي مناسبات بيتطلب فيها فنان شعبي بيروح أحمد عدوية وبيغني ده يرديك من حد إيه حد بيحتفل بعيد ميلاده أسبوع طهور ده 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 حب ده اسم الحب يعني عيد ميلاد عمر أو أي واحد قد عمر عشمان في أحمد عدوية بيعزمني بروح أجامله مش العشم لو هيهز عرشة أحمد عدوية يرفضوا ههزوا ليه بقى ليه؟ ده حب واحد بيحبني وعزمني هروح أبريك له ولا عشان فلوس فلوس إيه؟ بقولوا قعد بيحبيني ويعزمني ده أنا بروح أجيبوا قد له دي أول عك أقولوا قصان طيب ها مش الفلوس خالص يعني يعني الحكاية دلوقتي فترة دي بقت فترة مجاملات مش فترة شغل حقيقي بتاع فنان محترف بيروح يغني ياخد فلوس كويسة يعمل بيها لنفسه دعاية أكبر يكبر نجمه لا مش كل حاجة أعمل فلوس ما قال كل حاجة ايه؟ الفلوس بتعمل بتسهل كل عام الثقة ده والفن أنا كسبت كتير خلينا بقى في موضوع الفن خلينا في موضوع الفن إيه علاقة الفن بالصحة ده حنبو هي السحة ده حنبو كلمة أنا صعيدي كانت أمي لما تحب تخوفني تقولي السحة يعني وحش مين؟ ماما أمي يعني أنا صعيدي أمي السحة وحش اتضحة عائل هل عدوية هو السبب في هبوط كير في الأغنية المصرية؟ ايه؟ هل عدوية هو السبب في هبوط كير في الأغنية المصرية؟ ازاي؟ مستوى الأغنية المصرية اشترك عدوية بالزبط في أربع أفلام في تاريخ السينما كلها سبعة عشرين فيلم سبعة عشرين فيلم؟ أم أربع أفلامي بتعرف حاجة لا أخذ المفلام صح يا عمر ما هو الإعداد اللي كاتب لك أنا عدي أفلام مش مهمة؟ لا أعزل اللي عدي نقطة الأفلام لأفلام مش مهمة؟ سبعة عشرين فيلم تقول أربع أفلام مش مهمة؟ في موضوع الأفلام هي أغنية احنا بنتكلم دلوقتي على الأغاني لا أمي نعم أنت مطرب ولا ممثل؟ معلش أنا مطرب؟ طيب نرجع ثاني نرجع ثاني صح صح يا كريم نعم الناس نايمة ولا تسقيفة ولا تسقيفة أربع أفلام ولا الناس متسقف ولا حاجة أعزت سبعة عشر فيلم تقول أربع أفلام طيب يلا يا جماعة يلا يلا 5 4 3 2 1 علاقتك بأصحابك وناسك أخبارها إيه وجمهور؟ من جهة الجمهور الحمد لله جمهور حلوة أولي بيحب أحمد عدوية كل الأعمار الحمد لله كل الأعمار أول الله العظيم حنشوف طيب إيه رأيك؟ لو نشوف كده عينة من رأي الجمهور خلاص اللي هم بيحبوا عدوية زي ما أنت بتقول ونرجع نكمل كلامنا حب ماشي نشوف كده معايا ونرجع نكمل كلام تاني الفنان أحمد عدوية خلاص ما بيتش اسمع له أي حاجة وخلاص الأضواء انطفت بالنسباله والفنان أحمد عدوية كان زمان أحمد عدوية كنا بنسمع الموال بتاع أحمد عدوية وكلنا بنسمع أحمد عدوية النهاردة مفيش أحمد عدوية خالص ونرجع نسمع له أي حاجة وما فيش أضواء بالنسباله خالص وما عارش فين أحمد عدوية راح فين اختفى فين مش عارف الفنان أحمد عدوية كان نجم الغناء الشعبي في فترة السبعينات والثمانيين في مصر وكان يعني كان عامل لون كده من الغناء الناس كانت بتحبه بس مرة واحدة لقينان دصر من غير ما نعرف إلا أسباب ووضح أن هو ما قدرش يواكب التطورات التي بتحصل في الأغنية الشعبية أو الأغنية مع منتالة عموم ومن ثم يتحصل في مصر أحمد عدوية ومن ثم يأخذ زمن وزمن غير أحمد عدوية ومن ثم يمثل وغنى فمش عارفين يعني يركز صاحب بلين كداب يعني وزي ما قلنا المحافظة على النجاح صعب جدا هو معرفش يعمل الصعب وهو نجح وبعد كده اكتفى بالنجاح فوضح أن نطموحه قليل يعني أحمد عدوية دام يعني أنا سمعته يعني أنا طلعت كده في الدنيا سمعته أحمد عدوية أنا كل اللي بسمعه عمر دياب محمد فقيد لك أنا أحمد عدوية دياب أسمع له ليه يعني ده خايف حاجة صعبة يعني يقولك تقدر يدبس يمس تدبس أي كلام ده مفروض في زوق في الكلمة مفروض يحترم الجمهور يعني مش هايزقلك كاميرا البرنامج لفت قديها عشان تلاقي حد فاكر أحمد عدوية بقول لك الأقل ثمان سنين وعشر سنين فاكرين أحمد عدوية أيو فاكرين منين ثمان سنين ده بتقلف انت عمر لا 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 مش بقلف على فكرة بس يعني طب فاصل فاصل وانواصل أنا مش بقلف يا أحمد يا عم عيب أنا مش بقلف سأقول لك أنا شلت قديه في المونتاج أصلا صعيم لا ما تشلش يا أخوة ده يعني فيه ناس سابونة ومشيوا أول ما قلنا الاسم يعني بالسلامة انت قلت يهمك رأي الجمهور هتوصل لهم إزاي كان رأيهم ما يهمكش وده جمهور ده دول أهل الشارع اللي رفعوا عدوية على الأعناق زميال لسه فافي هالعدوية هو السبب الرئيسي في ظاهرة الفيديو كليب وانتشار العري في الأغاني الأخيرة في الفترة الأخيرة؟ المتحدث لكم المتحدث لكم عيب صح صح كده أسمعك بقى غنو سماعك صح صح عايز بتوعى 5 و 80 دول يعرفون يعرفون يهل معلمة المتحدث لكم قلت لي حتسمعني غنوها انت قلت لي أصلك إيه عملت أربعة أفلام حاجة من دي وأنا قتلك 27 فيلم من ضمنهم فيلم فيه غنوها صح صح معلمة صح صح معلك عادي الإمام بتقوله صح صح يا معلمة الصهراء ملغامة صح صح يا معلمة